ده بينقلنا سيادة اللواء للحديث بقى عن الوضع الحالي لو احنا كلنا بنتكلم عن الجندي المقاتل المصري وازاي هو كان خارق جندي خارق بطل فوق العادة وكيف ان هو استخدم المزايا في الطائران المصري على تقادمه اصاد اجيال متقدمة حضرتك قلت كده انت قلت فعلا الحتة اللي هي فعلا ان هو بيستغل الميزة اللي عنده وصاد الايب اللي ناحية تاني ده هي جدا عايزين بقى نتكلم على الوضع الحالي هل احنا بنتكلم على التطور اللي حصل في القوات الجوية المصرية عايزين نتكلم على ده وعايزين نرصد دعم الدولة المصرية للطائران طبعا القوات الجوية المصرية ده نقطة مهمة جدا ان المشاهد بقولك طب احنا شكلنا ايه دلوقتي ده هي بعد تلاتين ستة الحقيقة دي كان فيه طفرة في التسليح في القوات المسلحة كلها بيان فيها القوات الجوية فاصبح عندنا طائرات الجيل الرابع المتقدم احنا قلنا فيه خمس اجال من الطائرات الجيل الرابع فيه تقنية عالية جدا من الاجهزة والرادارات والتسليح والمداية الكبيرة الجيل الخامس تقنية عالية جدا ما بين الجيل الرابع والخامس حصل قفزات كبيرة جدا جدا في التكنولوجيا لذلك حطوا جيلين بينهم بقى الجيل الرابع بلس والجيل الرابع بلس بلس قبل الجيل الخامس فاحنا حصلنا على طارات الجيل الرابع بلس بلس زي الرفال والميك 29 ودي طارات متقدمة جدا رفال بتشيل حوالي 9 ونص طن ماده فوق 3500 كيلو بيتموم في الجو ميك 29 ونص طن زخائر متنوعة فتلت طيارات تخيل تلت طيارات رفال يغيروا موقف على الأرض لصالح الدولة 3500 كيلو لما تموم في الجو وتضرب المادة ده في اتنين فانا عندي كده القدرة على العمل خارج الحدود على مسافات كبيرة والأزمنة طويلة تاني تاني طبعا تاني طبعا ودي رسائح حضرتك بتلقى النقطة المهمة ماشاء الله تمام كمان عندنا حاملة المروحيات واسفين تكتحامل الهجومية المسترالية جمال عبد الناصر وأنور السادات دي عليها الليكوبترات هجومية فدي بتبحر في البحر توقع شهور ومعها قوة تصل إلى 35 طيارة فإذا أنا كده امتلكت قوات جوية جفاعية ومعها قوات جوية على القطع البحرية على اختلاف أنواح ممكن تمكنني من إيه؟ بشان أنا أصد على الحدود لا إن أنا أشتغل خارج الحدود لمسافات شكلة إيه؟ كبيرة 3500 كيلو لحماية الأمن القومي المصري وأزمنة طويلة الليكوبتراتي بتشيل الطائرات وتبحر وبالتالي أنا دوائر الأمن القومي المصري والإمكانيات الاقتصادية عالية القيمة اللي خارج الحدود تطلع بقى حكول بترول غاز قطوة ملاحة بحرية أي حد حيتعبنا في أي حتة حيهدد مصر ما هو أثناء التخطيط لنا كان فيه جامعات إرهابية في ليبيا وقد بتخطط ضدنا روحنا ضربناهم على فكرة همشهر بالقانون يعني أنا ضرب تحت المادة 51 الفصل السابع مساكل الأمن والتحد هو اللي بيتحلق الضرب أنا بدرب أنا مقاتل بشتغل بالقانون والقانون المصري اللي مكافحة إرهاب كان كل القوات المصرحة المصري بتشتغل تحت مظلته قانوني 94 لسنة 2015 أرجو الناس هات القوانين دي شانكرة خامة الرئيس عبدالفتاح السيسي قال في نقطة دي تحديدا أيوه سيات اللي هو إن الجيش المصري جيش رشيد أيوه يحمي ولا يعتبر بالضبط أنا بشتغل بالقانون حتى كان اسمها قوات إنفاذ القانون أنا حتى لما بدرب خارج الحدود بالقانون في مادة وأرجو الناس تجيبها وتشوف الكلام ده المادة 51 الفصل السابع مساكل من تحد بيقولك أنت من حقك تضرب قد أي حد بيخطط ضدك صحيح وده نقطة مهمة جدا نحن نعمل بالقانون اللي بتضرب بتضرب بالقانون وبالتالي هذه الإمكانيات بتصون الدولة المصرية فدي رسالة تطبيقناها عملية إن أنا الأمان اللي أنا عايش فيه ده أستغله في الشغل وفي بناء الدولة ومشروعات التنمية إن شاء الله تستكمل لأن المظلة الأمن دي مش موجودة في دول حوالينا